بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا أبنائي الطلب حياكم الله في درس جديد اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ ترجمة الإمام يعني ترجمة الإمام بن الجزري ومقرر المسار المشترك القراءات الأول طيب اليوم إن شاء الله بن الجزري نعرف بالناظم ناظم الدرة وناظم الطيبة طبعا حنا أخذنا بالأمس أو قبل الأمس الدرة وتكلمنا أن هذه الدرة عبارة عن نظم مأخوذ من كتاب اللي هو كتاب التيسير طبعا التيسير أخذه الشاطبي ثم أتى بن الجزري يعني ختم عليه وزاد عليه زيادة فسماه تحبير التيسير ثم بعد ذلك أخذ هذا الكتاب الذي زاد فيه وحبره وزاد فيه ثلاث قراءات نظمه شعرا على قافية على قافية الشاطبية حتى يسهل على طالب العلم حفظها كما حفظ الشاطبية ثم تحدثنا بعد ذلك عن ابن الجزري عندما ألف كتابا وهو النشر في القراءات العشر ألف هذا الكتاب في عشر قراءات وأودع فيه جميع الطرق القراءات ما معنى طرق القراءات؟ يعني مثلا حفظ الآن روى عن عاصم وشعبة روى عن عاصم كلهم رووا عن عاصم يعني هل الذي الشاطبية أو دع في الشاطبية حفظ وشعبة فقط حفظ وشعبة طيب فيه يعني أشخاص كثير قرأوا على عاصم غير حفظ وغير شعبة يعني قد يصل أعدادهم إلى السبعين والثمانين أو يتجاوز المائة كلهم قرأوا وأخذوا عن شعبة عن عاصم السند وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اشتهر حفظ واشتهر شعبة فجاء ابن الجزري وأخذ جميع الطرق أو جميع الأشخاص الذين قرأوا على عاصم كلهم يعني لنفرض أن نقرأ على عاصم يعني أو داعي تقريبا العشرين طريق وأودع كذلك لكل راوي وقارئ عشرين وثمانين وزاد في الطرق فحتى أوصل هذا المتن متن الطيبة إلى كم؟ إلى تقريبا تسعمائة أو ثمانين طريق تسعمائة وثمانين طريق هذا معنى الطرق يعني أنت لا تعتقد أن عاصم لم يقرأ إلا شعبة وحفظ لا أقرب أعدادا كثيرة في وقته وفي عصره ولكن هؤلاء من دون قراءتهم هو ابن الجزاري في منظومته الطيبة 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 ألف الكتاب النشر ثم وضعه في أبيات من الشعر وهي الطيبة كما أخذناها بالأمس وقلنا عدد أبياتها ألف وخمسطعش بيت ويعني ليس لها قافية محددة كما هي في يعني في الدرة وفي الشاطبية ابن الجزاري رجل يعني عالم عالم ورجل يعني تمكن من القراءات وحفظ وعالم القراءات سوف نأخذ الآن ما هو مدون عندك في الكتاب وسوف أزيدك بعض المعلومات والإثراءات في ترجمته لكي ترى كيف هذا الرجل تمكن من العلم رحمة الله عليه محمد ابن محمد طبعا ابن محمد المعروف بابن الجزاري جزارة هذه منطقة تقريبا بين يعني في حدود بين تركيا أو في أنطاكيا تقريبا أصوله يعني ولكن يعني أصل محمد بن الجزاري هذا هو ولكن هو من موليد كما تعلم يعني الأندلوس ومن من عاشه أو ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر كما سيأتينا في ترجمته بعد قليل ولد أقصب بدمشق في دمشق سوريا 750 وحقيقة ولادته لها قصة لها قصة كيف ولد لأن أباه كان عقيما لا يولد له فرزق هذا الولد فرزق هذا الولد الذي نفع الله به الإسلام والمسلمين فأخذها إن شاء الله مع الإثراءات تلك القصص أخباره وصفاته رحمة الله عليه قلنا أنه ولد بدمشق 751 ونشأ في تلك المنطقة على أيدي العلماء وتعلم وأخذ العلم وحفظ القرآن وعمره 13 سنة حفظ القرآن يعني من صغره وهو مهتم بعلوم القرآن وأفرد القراءات وجمعها وهو ابن 17 عاما 17 عاما كما زاد كما يعني أسامة بن زيد قاد قي جيشا في عمر 17 عاما هذا الرجل أيضا ألف كتابا في القراءات وعمره 17 عاما فأنت أيها الشاب تستطيع أن تصل إلى ما وصلوا إليه لا تقلل من قدرك ومن شأنك لا تستطيع أن تصل وأن تحفظ وأن تتعلم وأن تكون مثلهم بإذن الله تعالى وليس ذلك على الله بعزيز رحل يعني هو الآن طرب العلم انتقل من دمشق رحل إلى مصر للتعليم وكثير لما كانت يعني الخلافة الإسلامية في مصر كان العلم منتشر في مصر وكان العلماء يذهبون إلى مصر حتى أنه كان يعني حتى يسأل عليك الموضوع كان على وقت أبو الفداء إسماعيل بن كثير يعني ابن كثير صاحب كتاب التفسير المشهور كان ابن الجزري في نفس الوقت الذي هو فيه وأجازه ابن كثير أيضا في التعليم ابن كثير أعلم يعني أعلم منه وأكبر منه سنا فرحل إلى مصر والتقى بالأئمة القراء وسمع الحديث أيضا هو محدث وليس فقط في علم القراءات وأخذ الفقه أيضا فهو فقيه وله مؤلفات في الحديث ومؤلفات في الفقه لا تتعجب هذا الرجل يعني عالم وعنده من العلم مما يعني يؤهله إلى التأليف ولي مشيخة الإقراءة الكبرى في الجامع الأموي عندما يعني كان فيه أو فيه عندما عاد إلى دمشق وانتقل بعد دمشق انتقل إلى يعني أماكن أخرى يعني لم يستمر فقط يعني يستقر في دمشق أو في مصر بل ذهب حتى إلى يعني مناطق التي تعتبر شرق العالم ذهب إلى يعني شيراز وإلى كثير من هذه الأماكن وقام بتعليم القرآن وتعليم العلم في ذلك الوقت هذا الرجل كان في وقته تولى مشيخة الإقراء كان هو مرجعهم في الإقراء كل من يريد أن يقرأ أو يسأل يرجع إليه وتولى قضاء دمشق سنة سبعمائة وثلاث وتسعين من الهجرة رحمة الله عليه إذن هذا هو ناظم الدرة وناظم الطيبة محمد بن محمد بن الجزاري رحمة الله عليه له مؤلفات كثيرة جدا ومؤلفاته كما ذكرت لكم في القراءات في التجويد في الفقه في الحديث في يعني في شتى العلوم ألف فمن أشهر كتب النشر في القراءات العشر وهذا من أشهر الكتب وبنى عليه يعني منظومته الطيبة ونظمه في طيبة النشر واختصر هذا الكتاب اختصره قربه في تقريب النشر اختصره اختصارا إن أحببت أن تقتني نسخة التقريب من الجميل أن تقتنيها وتقرأ فيها فهي مختصرة من كتاب النشر أيضا نظم الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية فهذه تحدثنا معها قبل أمس تحدثنا عنها وشرحناها وهذه الدرة ذكرنا لكم أنها أخذها من كتابه تحبير التيسير والتيسير هو كتاب الذي ذكرناه لكم وهو كتاب الذي أخذ منه الشاطبي الشاطبي له كتاب العمر الداني الشاطبية وهو كذلك زاد عليه وألف فيه القصيدة المشهورة وهي الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية أيضا من كتبه غاية المهرة في زيادة على العشرة يعني أيضا ألف كتبا تتحدث عن القراءات التي تزيد عن العشر وتتحدث عن بعضها وبعضها قد يصل إلى يعني الضعف ذكر ذلك ودونه أيضا نظم منظومة المقدمة الجزارية وكلكم تعرفونها المقدمة الجزارية هذه المنظومة يعني من النظم المشهور وأحيلكم أن تقرأوا عنها وتقرأوا في هذه المنظومة أيضا ألف في التجويد التمهيد في علم التجويد وهو يدرس في كثير من المساجد وفي كثير من الدروس هذا الكتاب بل كتبه في الغالب تدرس أيضا توفي رحمة الله عليه في سنة 833 من الهجرة رحمة الله عليه نفع الله به علما غزيرا ونفع الله به الأمة الإسلامية وما زال حتى الآن يستفيد منه العلماء وطلاب العلم طيب ننتقل إلى تدريب الآن ما هو الفرق بين الشاطبية والدرة والطيبة نحن تحدثنا عن الشاطبية واسهبنا في الحديث عنها وأطلنا في الحديث عنها ثم تحدثنا أيضا عن الدرة والطيبة التي نألفهما ابن الجزاري أيضا وأسهبنا الحديث فيهما ما هي الفروق بين هذه المنظومات الثلاث ما هي الفروق بين هذه المنظومات الثلاث طيب بسم الله طيب هذه المنظومة نتحدث عنها قليلا هذه المنظومة الفرق بينها أولا نتحدث عن الاسم عن اسم المنظومة المنظومة الأولى اسمها حرز الأماني ووجه التهاني اللي هي الشاطبية كما تعرفونها وتسمى الحرز وتسمى الحرز هذه المنظومة مكونة من مئة ألف ومئة وثلاث وسبعين بيت أما الطيبة أو الدرة فهي مكونة من مئتين وأربعين بيت أما الطيبة النشر أو يعني اللي هي الطيبة ألف ومئة وخمسطعش بيت هذا من حيث عدد الأبيات من حيث عدد الأبيات طيب أيضا هذه المنظومة ملخصة من كتاب التيسير لأبي عمر بن عثمان بن سعيد الداني أما الدرة فهي ملخصة من كتاب تحبير التيسير في القراءات العشر لبن الجزري وهو زاد على كتاب التيسير أما منظومة الطيبة فهي من كتاب النشر لبن الجزري فهي من كتابه النشر هذا من حيث يعني أن هذه المنظومة مرجعها أو ملخصها من هذا الكتاب هذه المنظومة على يعني من البحر الطويل على روي اللام كذلك الدرة أما الطيبة لا فنحن تكلمنا عنها ليست كذلك لاحظ أيضا هنا أن هذه المنظومة في القراءات السبع المتمم أو في القراءات السبع أما الطيبة الدرة فهي في الثلاثة المكملة للعشر أما طيبة النشر فهي خاصة بالقراءات العشر خاصة بالقراءات العشر فهذه أبرز الفروق بين الشاطبية والدرة وبين الطيبة النشر وأيضا أن تستطيع أن تبحث عن الفروق الأخرى من القراءة في صفات هذه المنظومات ففكر في قراءة الصفات واستخرج الفروق بينها ولكن هذه من أبرز هذه الفروق طيب هذه بعض الإضافات والإثراءات في ترجمته المطالب به ما ذكرناه ولكن هذه إثراءات تستفيد منها في طلب العلم فهو أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزاري وهو شهير بابن الجزاري ولد بدمشق رحمة الله عليه في يوم الجمعة ليلة السبت في الخامس والعشرين من رمضان سبعمائة وواحد وخمسين وقصة ولادته كان أبوه عقيما فذهب إلى الحج ودع الله عز وجل أن يرزقه أن يرزقه وشارب من ماء زمزم ولاحظوا البركة في ماء زمزم وما هي النية النية أن يرزق ولدا ولد أيضا عالم وأن يرزق ولدا صالحا عالما ولما رجع إلى الشام فما جاء رمضان إلا وقد ولد له هذا الإبن محمد وقد استجاب الله دعوته ونفع الله بهذا الإبن البار الإسلام والمسلمين إذن لا تيأس من روح الله وادع الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة نشأ رحمة الله عليه في دمشق وأتم حفظ القرآن الكريم وعمره 13 سنة ثم صلى بالناس وعمره 14 سنة وأفرد القراءات كما ذكرنا وعمره 7 أو 15 وجمعها وهو ابن 17 عاما رحمة الله عليه حج أيضا مرارا مرة بعد مرة ورحل إلى مصر تكرارا وتعلم وعلم والتقى بالآئمة القراء وسمع الحديث وأخذ الفقه وأجيز بالأفتاء من أجازه الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير صاحب الكتاب المشهور كتاب التفسير طيب مؤلفاته كثيرة فقط أنا لن أتحدث إلا عن مؤلفاته في القراءات لكن لو تحب تبحث أنت ابن الطالب أو ابنتي الطالبة عن مؤلفاته في الحديث في الفقه ستجد الشيء الكثير بل مؤلفاته يعني كما ذكر أنها قد تصل إلى التسعين كتابا أنها تصل إلى التسعين كتابا هذه المؤلفات التي اشتهر بها فهو ألف في العلوم الإسلامية في القراءات وفي التجويد وأيضا غلب عليه القراءات وألف في الفقه وأصول الفقه وفي التاريخ والمناقب وعلوم اللغة وألف يعني في كثير من العلوم الإسلامية وأشهر كتبه في القراءات هي هذه الكتب كتاب تحبير التيسير في القراءات العشر ومن هذا الكتاب أخذ الكتاب الثاني نظم المنظومة التي هي الدرة المضية في القراءات الثلاث المتممة للعشر المرضية هذا اسمها أيضا ألف كتاب النشر في القراءات العشر ومن هذا الكتاب خربه بعد ذلك في تقريب النشر في القراءات العشر ونظم منه منظومته المشهورة الطيبة النشر في القراءات العشر أيضا من كتبه التي في هذا الفن منظومة المقدمة وهي تعرف في المقدمة الجزيرية فهي فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه أيضا ألف أتحاف المهرة في تتمة العشرة وغاية المهرة في الزيادة على العشرة والتمهيد في علم التجويد وألف أيضا منجد المقرئين ومرشد الطالبين والبيان في أيضا خط عثمان فلاحظ يعني كيف الإمام رحمة الله عليه ألف كتبا كثيرة في علوم أو حتى في علم القراءات تميز في هذا الكتاب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى أستودعكم الله أبنائي وأبناتي الطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلقاكم في درس آخر بإذن الله ترجمة نانسي قنقر